هاي سعيد مع جبهة الخلاص الوطني أن يكون ثم مرشح موحد وأيضا مع المبادرات اللي تقدمت كما مبادرة العاشلة أمامي وصارت نقاشات كبيرة لكن ما تمش اليوم رسميا ما تمش التوافق وإيجاد مرشح توافقي في جبهة الخلاص أو مع مبادرة العاشلة أمامي وبالتالي اختار الحزب أنه يرشح شخصية من داخل الحزب اللي هو عبدالطيف المكي فالسفة هذه أنه هم حزاب معارضة وحزاب وحزب معارض 25 جويلة ولكن يعتبر أنه الانتخابات الرئاسية هي محطة أو ألية للخروج من الأزمة الحالية اللي اعتبرها صارت منذ 25 جويلة لليوم ما ثم حتى ألية حاليا كل أشكال النضال السلمي قاموا بها من مظاهرات ومبادرات ودعوات للحوار حتى لرأس الجمهورية وغيره استوفاها وبالتالي اليوم هو الترشح وخوض هذه الانتخابات ولكن طبعا وضع مجموعة من الشروط توننا نحكيه فيها هو الترشح نجم وسموه على مارتين مواز اليوم هذي إعلان ترشح رسمي في الانتخابات 2024 لكن هذا الترشح قابل للسحب في أي لحظة في صورة ما عدم تلبية الشروط والمتمثلة في توفير مناخ سياسي وتوفير شروط موضوعية لضمان نزاهة وشفية الانتخابات القادمة الرسالة هذه مشأت مباشرة ونتوجه بها لرئيس الجمهورية وأيضا لهاية الانتخابات أنه اليوم المفروض أنه عندنا اليوم أولا أجل واضح لإعلان للانتخابات هذه يطالبوا الهيئة وكل الإدارات المعنية بالانتخابات بإعلان للتاريخ هذه واثنين يطالبوا رئيس الجمهورية ويطالبوا الهيئة بتوفير كل المناخات اللازمة لدخول وخوض هذه الانتخابات وبكل شفافية ترشيحهم لعبدالطفل مك بنسبة لهم هم كحزب مش لخاطر اسمه ولكن تاريخه النضالي اعتبروا أنه الرجل يستحق ولهو تاريخ نضالي منذ عهد بن علي إلى المناصب التي تقلدها ربما حتى بعد الثورة من المجلس الوطني التأسيسي ثم في البرلمان ثم حكوه شوية أيضا على فترة وقت لكان وزير الصحة حتى في عهد أو في فترة الكورونا ويعتبروا أنه كل ذلك يخولوا بأنه خاد تجربة سياسية البرة وأيضا السجون رشح جدي ويعتبروا أنه مرشح توافق ينجم يكون في المستقبل واجه ورسالة حتى للأحزاب السياسية الأخرى الموجودة وكل الأطياف السياسية بأنها تقبل لهذه الانتخابات في صورة ما توفرت فيها الشروط وأنه اليوم العمل فقط لإنهاء هذه الفترة السياسية وهذه الأزمة السياسية لحد اللي يسموها عبر التوافق لمرشح حتى بعد الانتخابات يعني فلسفة أنه اليوم هذه المرحلة الأولى هي ترشح ثم إذا ما تم ننتظر ننتظر توفير المنخ السياسي إذا توفرت هذه كالمرحلة الثانية بشي منخ السياسي شفاش بالضبط ما تمثل باية أعلن على الانتخابات هو أعلن على موعد الانتخابات هو المطلوب عندما مجموعة من الشروط أيضا ومن المقترحات اللي أعطاوها أنه أولا إلغاء المرسوم عدد ضرب وخمسي وأطلاق صراح لا صحفيين ولا المدونين إيقاف المحاكمات السياسية وإطلاق صراح السجناء السياسيين اللي موجودين داخل السجون يعتبر أنه تم تلفيق قضايا ضد السجناء السياسيين هذوكم وبالتالي اللي فراج فورا وإعطاء حقهم بألا ترشح يعتبر أنه اليوم هم تحدي الترشح أصلا تحدي لأنه يعتبر أنه في مناخ اليوم ثم مرشحين داخل السجون وثم مرشحين اختفاو يعتبر شجاعة بالنسبة لهم في المرحلة هذه في انتظار أنه يعني تلبية بقية الشروط وخوض هذه الانتخابات إذا ما توفرتش الشروط هذه سيتم سحب هذا الترشح مش باش يخوضه للانتخابات هذه وبالنسبة للبرنامج الانتخابي هم يفضلوا أن يحكيوا فيه بتفاصيل بعد أنه يكون ثم تاريخ انتخابي وتكون فم الشروط هذه توفرت فبالتالي أنه اليوم عطاه شوية انتباع على البرنامج الانتخابي الاعتناب بالأسرة والثقافة والترابية والاستثمار استثمار في النخبة انتاج الثروة تحديث المنظومات وانتاج وأصلاح القطاعات الاجتماعية على غير الصحة والترابية والنقل والسكن وغيره يتحدث برشة برشة على الرقم نحكي برشة اليوم على الطوابير هذه الشعارة متحمه إلغاء الطوابير هذه في الإدارات وأمام كل الطوابير اللي فيها برنامجهم أنه بنسبة لهم المستقبل هو في الرقم وفي التكنولوجيات وغيره أنا كنت سألته بعد الندوة أنه اليوم بنعيش في ظل مناخ معتها نظام سياسي جديد وأيضا دستور جديد هل سيحافظ على هذا شني الأليات ربما تحدث أنه سيتم تغيير سيكون هناك تغيير لدستور وأيضا لنظام السياسي في السلطة ووصولهم للسلطة تبقى اليوم هذه إشارات في في انتظار أنه جاوبهم السلطة أو تعطي إشارات أو جاوبهم الهيئة والطالب والهيئة اليوم اللي هي يفترض أنها تكون مستقلة أولا وقبل كل شيء إعطاء التواريخ للانتخابات القادمة حتى يتمكنوا بأنه عندهم تزكيات وعندهم يعني دورة في الجهات وكل عندهم برنامج كام اللي يبدو بالنسبة لهم كحزب العمل والنجاز وبالتالي اليوم للشروط هذه اللي وضعوها حتى يتم المحافظة أولا على الترشح هذه وثانيا خوض غمار هذه الانتخابات دون سموه دون في مناخ مش مرعب كما المناخ الحالي ولكن في مناخ سليم واضح